موسيقى الرئيس السيسي يوجه بتطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل وتحويل ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة طاقتها الاستيعابية مدبولي يعلن انتهاء المرحلة الأولى لمشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وزير الدفاع الروسي يستعرض مع قيادات الجيش الأنشطة العملياتية والاستعدادات القتالية المستقبلية السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جريش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم تطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل يمتد إلى محيطها الجغرافي لتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها بما يعزز من قدراتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيرات كما شدد الرئيس السيسي خلال اتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني على أن نهضة الأمم تعتمد بشكل حيوي على شبكة النقل من مواني ومطارات وطرق ومحاور كبنية أساسية دعمة لكفة قطعات الدولة اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية وقد وجه السيد الرئيس بأن يتم تطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل يمتد إلى المحيط الجغرافي لتلك الموانئ ولتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها بما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي وكذلك حوضي البحر المتوسط والأحمر مشددا سيادته على أن نهضة الأمم تعتمد بشكل حيوي على شبكة النقل من موانئ ومطارات وطرق ومحاور كبنية أساسية داعمة لكافة قطعات الدولة وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير النقل عرض في هذا الصدد الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة على سواحل الدولة خاصة ما يتعلق بأعدة تصميمها وتخطيطها ورفع كفاءتها من خلال إنشاء حواجز أمواج وتكريك الممرات الملاحية وتعميقها وإنشاء أرصفة جديدة تتناسب مع السفن العملاقة فضلا عن تطوير نظم الإدارة والتشغيل بالشركة مع الخبرة العالمية العريقة من القطع الخاص والاستفادة من خبرتها في هذا المجال وذلك بهدف إنهاء أي تكدس للبضائع في الموانئ وضمان سلاسة عبورها سواء ما يتعلق بخروج الصدرات للأسواق العالمية أو استقبال الواردات من مستلزمات الإنتاج الأساسية وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في مضاعفة الإنتاج المحلي للدولة وتوفير فرص عمل في القطاعات التي تعتمد على كفاءة الموانئ خاصة الزراعة والصناعة كما عرض الفريق كامل الوزير الجهود القائمة لتطوير ميناء الإسكندرية الكبير والذي سيضم ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة والميناء الأوسط بمنطقة المكس بما في ذلك مستجدات إنشاء البنية التحتية لساحة التخزين الجديدة ومحطة متعددة الأغراض إلى جانب حاجز أمواج كبير ومناطق لوجستية مختلفة وكذلك إعادة تأهيل رصيف الخدمات البحرية بالميناء كما تم عرض سير العمل باستكمال وتطوير موانئ شرق بورسعيد ودميات خاصة ما يتعلق بمحطات تدول الحويات والأرصفة والمحطات متعددة الأغراض بها وذلك بالشراكة مع الخبرة العالمية والقطع الخاص واطلع السيد الرئيس أيضاً على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية حالياً لتطوير ميناء العين السخنة بما فيها أعمال الدعامات والطرق الداخلية والأرصفة والمحطات وكذلك محور السخنة الدخيلة فضلاً عن الخط الأول الكطار الكهربائي السريع والذي سيربط البحر الأحمر بالساحل الشمالي العين السخنة الإسكندرية العالمين مرسى مطروح بطول 675 كم وبإجمالي 34 محطة والذي يعد إضافة حديثة عملاقة لمنظومة النقل في مصر عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية يعد أحد المشروعات المهمة مضيفاً أن المرحلة الأولى من المشروع انتهت وجار حالياً متابعة وتنفيذ المرحلة الثانية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتقديم كافة المساعدات للحق نوال حسن هذا بالإضافة إلى توفير وظيفة لنجلها في أحد المصانع وأيضاً تحقيق حلمها لأداء رحلة عمرة وجاري تنصيق كافة إجراءة السفر الخاصة بها من خلال مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني مع التأكيد على توفير دعم شهري مستمر لها من خلال مؤسسة حياة كريمة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسي الجمهورية بتوفير كافة احتياجات السيدة نوال حسن محمد حسن والمقيمة بمنطقة منشاة ناصر وذلك بعد أن تصادف مرور موكب السيادة الرئيس أثناء جلوسها على رصيف في منطقة أبو رواش وحديثي معها قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بزيارة للسيدة نوال وتم إهداؤها من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مجموعة من لجهزة القهربائية الأساسية ودعمها بمبلغ نقضي من خلال مؤسسة أبو العنين عضو التحالف الوطني معايا بنقعد من شغله ومعايا رجل كبير وحالتنا على قدنا وأنا عزة معاش حتى وعزة بنشتغل هم حاجة هم حاجة تلعناي وعمل كده والله هزة بالإضافة إلى توفير وظيفة لنجلها في أحد المصانع المملوكة للمؤسسة وتحقيق حلمها لأداء عمرة وجار تنسيق إجراءات السفر الخاصة بها من خلال مؤسسة صنع الخير عضو التحالف الوطنية مع التأكيد على توفير دعم شهري مستمر لها من خلال مؤسسة حياة كريمة بدأت وزارة الداخلية في تطبيق منظومة إلكترونية على مطالع ومنازل الكبار اعتبارا من بداية العام الجديد لرصد مخالفات الانتظار الخاطئ والتي تتسبب في وقوع الحوادث وتعيق الحركة المرورية الطرق هي شرايون الحياة والتنمية على أرض الوطن حققت الدولة في إنشائها طفرة كبيرة في أمانها وتساعها وكفاءتها ليصل المواطنون لوجهتهم في أمان وفي أقل وقت وفي إطالي المتابعة الميدانية للحركة المرورية على هذه الطرق والمحاور بهدف تحقيق أقصى درجات السيولة المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات فقد تم رصد سلوكيات خاطئة لبعض قائد المركبات تتعلق بالانتظار الخاطئ بمطالع ومنازل الكبار والتي تتسبب في وجود تكدسات مرورية وحوادث نتيجة لإعاقة الحركة المرورية من هذا المنطلق فقد استحدثت وزارة الداخلية منظومة إلكترونية بمطالع ومنازل الكبار لرصد مخالفات الانتظار الخاطئ التي يرتكبها بعض قائد المركبات وتتسبب في أعاقة الحركة المرورية إضافة إلى الحوادث والتكدسات الناجمة هذه المنظومة سيتم تفعيلها اعتبارا من بداية العام الجديد وتهيب وزارة الداخلية بقائد المركبات الالتزام بقواعد المرور من خلال تجنب الانتظار الخاطئ بمطالع ومنازل الكبار حيث سيتم الرصد الإلكتروني الفوري لتلك المخالفة حفاظا على الأرواح والممتلكات ولتحقيق السهولة المرورية تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار سلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 929 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 356 طن وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تمضبط 74 طن أما في مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توليد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز تمضبط 259 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تمضبط 23 طن كما تمضبط 911 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 195 قضية خبز ناقص الوزن و180 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا المتعلقة بغش الأعلاف فتم ضبط 8 قضايا بمضبوطات بلغت 66 طن استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي شهد اللقاء تبادل وجهة النظر حول آخر التطورات التي تشهدها الساحة الليبية وأكد أبو الغيط استعداد الجامعة لمساعدة ودعم ليبيا في كل مسعى جاد ومخلص يهدف إلى توحيد كلمة الليبيين والمضي قدما بالعملية السياسية بما يفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية المنتظرة وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على استمرار العمل لكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة ليبيا وإنهاء التواجد العسكري الأجنبي أكد الأمين العام المساعد لجامعة دول العربية حسام زاكي أكد أن الجامعة تقف دعمة لكل المساعي التي تستهدف تحقيق الوحدة والاستقرار والرخاء للشعب الليبي كلنا نعمل ونهدف إلى استعادة ليبيا لوحدة الإدارة والقيادة فيها لمنع الازدواجية لتحقيق الاستقرار والرفاهية للشعب الليبي هذه الأهداف النبيلة يسعى إلى تحقيقها المجتمع الدولي وأيضا يسعى إلى تحقيقها رجال شرفاء في ليبيا وفي طبعا مقدمتهم المجلس الرئاسي الذي يهدف بتحركاته إلى تحقيق الأهداف التي نتحدث عنها ولمزيد من التفاصيل حول لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي تنضم إلينا الزميلة سالي سالم مرسلة التلفزيون المصري سالي يعني بعد التحية ضعينا في أجواء هذا اللقاء وما رشح منه حتى هذه اللحظة تحياتي لكم ولمشاهدين الكرام من مقار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية نتابع مع حضراتكم تفاصيل زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي لمقر الجامعة في إطار زيارته للقاهرة للقاء عدد من المسؤولين هذه الزيارة التي بدأت صباح هذا اليوم بلقاء سنائي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية سيد أحمد أبو الغيط ثم أعقب هذا اللقاء جلسة على مستوى المندبين الدائمين للجامعة والتي افتتحها الأمين العام لجامعة الدول العربية ووجهت الكلمة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي والتي بدأ خلالها ببعض النقاط نستعرض أبرز وأهم ما جاء في هذه الكلمة بدأت بالترحيب والسناء على الدور الذي تقوم به جامعة الدول العربية في حث الجهود وجهودها الحثيثة من أجل تعزيز العمل العربية المشترك الذي هو أساس خدمة مصالح الشعوب وخصصا الشعب الليبي وتحدث عن آخر المستجدات التي تدور في الدولة الليبية والتطورات المتسارعة في الأمور والأوضاع وأيضا المصالحة الشاملة الوطنية التي تتم في دولة ليبيا والتي يشرف عليها المجلس الرئاسي الليبي وتحدث أيضا عن الأزمات التي دارت في الدولة الليبية وكادت أن تعصف بالبلاد لولا هذه الجهود الوطنية وتحدث أيضا عن ما يخص عمل اللجنة العسكرية 5 زائد 5 والتي نجحت في وقف إطلاق النار وأيضا خروج المرتزقة وتوحيد الجهود بين المؤسسة العسكرية والأمنية وهو ما أكد على ضرورة استمراره هذه الجهود لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية والاستقرار والعودة بالاستقرار في البلاد وصولا إلى الاستحقاق الدستوري والانتخابات الرئاسية والبرلمانية واستقرار الشعب في ليبيا تحدث أيضا عن الدعم الذي يحظى به من قبل الدول العربية والإفريقية تحت مظلت جماعة الدول العربية هذا الدعم الذي يساهم في تحقيق هذه المصالح والمصالحة الوطنية التي تتم وأكد على إيمانه الكامل بأن هذه المصالحة الوطنية التي تتم لابد أن يكون فيها جميع المكونات الاجتماعية والأطراف السياسية لتحقيق رغبة الشعب الليبي وأختيار قياداته وممثلي هذه المصالحة التي هي تحقق الاستقرار إلى البلاد هذا هو أبرز مدارة في هذه الجلسة الخاصة التي عقدت على مستوى المندوبين الدائمين في الجماعة بعد اللقاء السنائي الذي تم صباح هذا اليوم وهذا هو أبرز مدارة في الكلمة الخاصة برئيس المجلس الرئاسي الليبي والكلمة تعود إليكم مرة أخرى في الستوديو قال رئيس الهيئة العليا المستقلة لانتخابات بتونس فاروق بوعسكر قال إن أعلان موعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات التشرعية سيكون عقب البتة النهائية في الطعون التي ينظرها القضاء حاليا على نتائج الجولة الأولى والتي أجريت في 17 من ديسمبر الجاري وأضف بوعسكر أن الهيئة تحترم أحكام القضاء وتنتظر إصدار الأحكام في هذه الطعون والتي وصل عددها ل57 طعنا في نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشرعية مشيرا إلى أن هذه الطعون قدمها مرشحون لم يفوزوا وآخرون تم إلغاء نتائجهم إما بصفة كلية أو جزئية بسبب ارتكابهم مخالفات انتخابية أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو موصلة تطوير وتعزيز القوات المسلحة الروسية وفقا لتعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الدفاع الروسي مع قيادة الجيش حيث أفادت وزارة الدفاع الروسية أن شويجو استمع إلى الأراء حول أنشطة الجيش الروسي خلال العام الجاري وتم إبلاغه بالأنشطة العملياتية والاستعدادات القتالية التي تم تنفيذها وكذلك التي من المقطط إجراؤها أكد الرئيس الأوكراني بلودمير زيلانسكي أن عمليات القتال في القطوط الأمامية في مدينة بخموت وكرمينة ومناطق أخرى في منطقة دومباس الشرقية باتت صعبة يأتي هذا في حين مر نحو عشرة أشهر على انطلاق الأزمة الأوكرانية والتي ألقت بظلالها القاتمة على العالم أجمع الأزمة الأوكرانية لا تزال على صفيح ساخن رغم مرور نحو عشرة أشهر على انطلاقها الاشتباكات وإن هدأت في بعض المناطق فهناك مناطق أخرى لا تهدأ ومن أهمها منطقة دومباس حيث وصف الرئيس الأوكراني فلودمير زيلانسكي الوضع هناك على الخطوط الأمامية بالصعب والمؤلم وخصوصا في بخموت وكرمينة ومن دونباس إلى منطقة زابوروجيا الشائكة والتي أعلنت قوات العمليات الخاصة الأوكرانية أن القوات الروسية تستعد لإجلاء قصري للسكان من إنيرهودار في المنطقة واعتحض المنطقة بأهمية بالغة في الصراع حيث إنها تحتوي على المحطة النووية الأكبر في أوروبا والتي تبادلت طرفان الروسي والأوكراني لاتهامات مرارا وتكرارا بقصفها وهو ما يهدد بكارثة نووية الأزمة لم تتوقف عند المواجهات المباشرة بين الجيشين والعمليات العسكرية المتنوعة ولكنها امتدت حتى طالت البنية التحتية في أوكرانيا ولا سيما في الطاقة حيث أعلن زلينيسكي أن نحو تسعة ملايين مواطن في مناطق متفارقة في بلاده يعيشون بدون إمدادات الطاقة وفي سياق المتصل أعلن مجلس تحتية الحيوية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمساعدة على تخط الأزمة وقصوصا في فسط الشتاء هي إذن عشرة أشهر من الأزمات والتطورات بين الجارين والتي ألقت بالظلالها على العالم كله وليس فقط الطرفين المتنازعين وسط فشل دولي في حلها وتركب ما ستقول إليه نتائجها تعهد الرئيس الأوكراني فلودمير زلينسكي بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه مع السلطات الأمريكية خلال زيارته لواشنطن سريعا وقال زلينسكي في خطاب تليفزيوني قال إن بلاده لن تضيع الوقت وستنفذ بسرعة كل ما تم الاتفاق عليه في واشنطن لقد عقدت اليوم اجتماعا موسعا حول نتائج زياراتي إلى الولايات المتحدة وكيفية تنفيذ الاتفاقيات التي تم إبرامها نحن لن نضيع الوقت سننفذ كل ما تم الاتفاق عليه في واشنطن سريعا قدر الإمكان في شأن آخر تحدثت مع رئيس وزراء الهند الذي سوف تترأس بلاده خلال العام المقبل مجموعة العشرين لقد تمنيت للسيد مودي رئاسة مثمرة مثمرة لكل شخص في العالم يقدر السلام قال وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبة إن الوقت المناسب لإمكانية انطلاق محادثات سلاما بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية هو النهاية فبراير المقبل وأضف كوليبة أن موسكو تعتقد أن الأمم المتحدة يمكن أن تكون المكان الأفضل لمحادثات السلام أعتقد أن الوقت المناسب لإمكانية انطلاق محادثات سلام بشأن الأزمة هو نهاية فبراير المقبل فكرة صيغة السلام ذات شقين من ناحية عدم السماح لروسيا بالتلاعب بقضية السلام لأنهم يقولون باستمرار إنهم مستعدون لمفاوضات وهذا غير صحيح فكل ما يفعلونه في ساحة المعركة يثبت عكس ذلك وهم لا يسعون إلى السلام ونحن نعتقد أن الأمم المتحدة يمكن أن تكون المكان الأفضل لعقد محادثات السلام قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة فلورانسيا مارتينيز إن الأمين العام لن يقود وسطة في أوكرانيا قبل موافقة كل الأطراف وصدر هذا الموقف عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني ديمتري الكوليبة إلى ذلك قال وزير الخارجية الروسية سيرجيلافروف إن سياسة الغرب التي تستهدف احتواء روسيا خطيرة للغاية فهي تنطوي على مخاطر الانزلاق إلى صدام مسلح مباشر بين القوى النووية وعشر وزير الخارجية الروسي لأن موسكو كررت مرارا وتكرارا أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب النووية وعطى وزير الخارجية في أوكرانيا مهلة لتحقيق مطالب موسكو للتسوية وإلا فسوف يحسم الجيش الروسي الأمر استبعد المتحدث باسم الرئيسة الروسية الكراملين ديمتري بيسكوف إمكانية إجراء مفاوضات سلام مع أوكرانيا وفق شروط كييف وقال بيسكوف إن روسيا لم تتبع أبدا شروط الآخرين بل تلتزم فقط بأهدافها الخاصة والمنطقة والممنطقة وكان وزير الخارجية الأوكرانية ديمتري كوليبة أعلن في وقت سابق عن رغبة كييف في عقد قيمة سلام في الأمم المتحدة بواسطة الأمين العام للمنظمة أنتونيو جوتيريش نهاية شهر فبراير المقبل ذكرت وكالة رويترزا أن استطلاعا شمل أعضاء جمعية الأعمال الألمانية الإفريقية أظهر رغبة الشركات الألمانية في تعزيز أنشطتها التجارية في إفريقيا العام المقبل خاصة في مجالي الهايدروجين الأخضر والغاز الطبيعي المسال من خلال زيادة حجم استثماراتها في القارة الصمراء وقال رئيس الجمعية أن غالبية الشركات ترغب في توزيع حجم أنشطتها في إفريقيا العام المقبل لأن القارة لا تزال على مسار النمو أعلن رئيس الوزراء الإسبانية بيدرو سانشيز حزمة إجراءات جديدة تبلغ قيمتها ما يصل إلى 10.65 مليار دولار لمواجهة آثار التضخم العام المقبل وقال سانشيز أن الحزمة تتضمن منحة قيمتها 100 يورو تسرب مرة واحدة لنحو 4.2 مليون أسرة يصل دخلها سنوي إلى 27 ألف يورو إلى جانب إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية ومد العمل بالتخفيضات الضريبية على فواتير الطاقة حتى نصف الأول من العام المقبل قامت الحكومة البريطانية ببث أعلان تليفزيوني تحص فيه ومن خلاله مواطني البلاد على أقضي 30 ثانية من يومهم للاستغناء عن الكهرباء للتخفيف من فواتير الطاقة الخاصة بهم من جهتها ذكرت صحيفة الاندبندنت الحملة الإعلامية الحكومية التي تطالب المواطنين باتخاذ إجراءات صغيرة مثل إيقاف عمل الغليات أو إطفاء الأنوار أو إغلاق الستائر ليلاً وسط أزمة الطاقة الصحيفة أشارت أيضاً إلى أن هذا الإجراء هو جزء من حملة ألغتها رئيسة الوزراء السابقة لسترس بعد أن كان وافق عليها وزير الأعمال السابق وقع الرئيس الروسيف لنمير بوتين مرسوماً رئاسياً بشأن التدابير الخاصة على خلفية فرض عدد من الدول سقف أسعار للنفط الروسي ووفقاً للمرسوم الروسي يحذر توريد النفط والمنتجات النفطية من روسيا لأولئك الذين يفرضون سقفاً سعرياً في العقود ومن ناحية أخرى قال وزير المالية الروسي أنطونيو سيليانوف أن عجز الموازنة قد يتجوز نسبة 2% المتوقع في عام 2023 بعد أن أثر السقف السعري المفروض على خم النفط من إرادات الصادرات الروسية أعلن مصرف لبنان المركزي خفضاً حداً لقيمة الليرة إلى 38 ألف ليرة للدولار في محاولة لتخفيف انقفاض العملة إلى مستويات قياسية في السوق الموازية وأوضح المصرف في بيان له أن تخفيض قيمة الليرة خلال فترة الأعياد يعود إلى عمليات مضاربة وتهريب للدولار خارج الحدود حيث بلغ سعر الليرة في منصة صيرفة حوالي 31 ألفاً ومائتين للدولار يوم 23 ديسمبر آخر يوم تدول ويعد سعر الليرة في هذه المنصة أحد أسعار الصرف المتعددة في لبنان يشمل ذلك السعر الرسمي الذي توقف فترة طويلة عند حوالي 1500 ليرة للدولار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر السادسة ما زالت متواصل مع حضراتكم من التلزيون المصري وتتابعون فيها لمواجهة التوصع الصينية تايوان تمدد الخدمة العسكرية في البلاد من أربعة أشهر إلى سنة اختتمت المناورات البحرية المشتركة بين الصين وروسيا بعد أن استمرت على مدار سبعة أيام في بحر الصين الشرقية وأجريت التدريبات وهي الأحد عشر من نوعها منذ عام 2012 في المياه الواقعة شرق المنطقة الممتدة من تشو تشان إلى تاي تشو بشرق الصين حيث أكملت القوات البحرية في البلدين عمليات مشتركة شملت إجراءات الحصار والسيطرة والإنقاذ ومكافحة الغوصات والدفع الجوية قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوكيول إنه سيسعى لدفع إنشاء وحدة عسكرية متخصصة في الطائرات المسيرة وذلك على خلفية اختراق حدود بلاده من قبل الطائرات الكورية الشمالية وقال يون في اجتماع لمجلس الوزراء إن الحادث أظهر نقصا كبيرا في استعداد جيش بلاده وتدريبه على مدى السنوات العديدة الماضية وأكد الحاجة إلى مزيد من الاستعداد والتدريب المكثف قلت رئيسة تايوان تساي إنغ أون أنه سيتم تمديد الخدمة العسكرية الإكبارية الإلزامية في البلاد من أربعة أشهر إلى سنة واحدة بسبب ما وصفته بالتهديد المتزايد الذي تواجهه تايوان من الصين وإتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع التايوانية أن 43 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان خلال الـ 24 ساعة الماضية بينما أكدت بكين أنها أجرت تدريبات هجومية في البحر والمجال التوترات بين الصين وجارتها تايوان تتصاعد بعد دخول 71 طائرات تابعة للقوات الجوية الصينية من بينها طائرات مقاتلة ومسيرة منطقة الدفاع الجوية التايوانية وذلك في أكبر تواغل صيني يعلن عنه حتى الآن وزارة الدفاع التايوانية أكدت أن نحو 43 طائرة عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان وهي منطقة فاصلة غير رسمية بين الجانبين تقع داخل منطقة الدفاع في الوقت الذي تواصل فيه بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضها وقالت تايوان التي ترفض بشدة مزاعم الصين بالسيادة عليها إن التدريبات تظهر خرق بكين للسلم الإقليمي وتحاول ترهيب الشعب الطايواني ووفقا لمسؤول تايواني فإن الوضع الأمني في المنطقة يشير إلى أن الاستفزازات العسكرية الصينية جاءت للتعبير عن غضب بكين من قانون التفوذ الدفاعي الأمريكي الجديد الذي يعزز المساعدة العسكرية لتايوان المسؤول تايواني أكد أن القوات الجوية الصينية أرسلت خلال التدريبات طائرات حربية من عدة مواقع في جميع أنحاء العالم في محاكاة لهجمات على السفن الحربية تايوانية والأمريكية في المقابل قالت الصين أنها أجرت تدريبات هجومية في البحر والمجال الجوي حول تايوان ردا على ما أصفته باستفزازات تايوان والولايات المتحدة هذا وقد صعدت الصين من ضغوطها في السنوات الأخيرة على الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي لقبول حكم بكين نظمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج زيارة لشباب الجيل الثاني من أبناء المصريين بكندا إلى هيئة قناة السويس بهدف التعرف على طبيعة سير العمل في القناة ومشاهدة قناة السويس الجديدة ومشاريع التنمية المحيطة بها في إطار العمل على تعريف أبناء المصريين بالخارج بالمشروعات القومية نظمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج زيارة لشباب الجيل الثاني من أبناء المصريين بكندا إلى هيئة قناة السويس بهدف التعرف على طبيعة سير العمل في القناة إلى جانب مشاهدة قناة السويس الجديدة ومشاريع التنمية المحيطة بها الحقيقة أنا سعيدة بوجودي النهاردة في قناة السويس ضمن مرحلة من المراحل الهامة اللي هي مفروض أن احنا بنخاطب بيها ولدنا في الخارج في رحلتهم من كندا إلى مصر وهذه الرحلة هي عبارة عن رحلة لتعريف أبنائنا من أبناء الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس ببالدهم وبجزرهم في أرض الوطن مصر وبطلب منهم أن كل اللي شافوه النهاردة واللي سمعوه مننا وعالحقيقة شفوه ما يقولوش غير اللي شافوه فعلا وسمعوه بس يعني ما يقولوش حاول تجمل الصورة لا هو الصورة كويسة جدا يعني اللي هما شافوه اليامدي كام يوم دول في مصر من إنجازات ومن مشاريع ورحوا تذكير جدا زي حياة كريمة وشوفوا دولئات الأنفاء إن شاء الله وشوفوا كناة السويس الجديدة ورحوا الأهرامات ورحوا متاحف وزارة سكندرية والصعكة وكل اللي أممكن دي اللي شافوها أنا عايزهم نشرحهم لزميلهم والأهلهم إيه اللي شافوه وإيه اللي بتعمل في مصر لإمكان الصورة مش واضحة أو بره هما دول الرسل بتوعنا أو حيبلغوا حاجة السفراء بتوعنا اللي حيبلغوا إيه اللي بيحصل في مصر فعلا الزيارة جاءت بمشاركة أكثر من خمسين شابا وفتاة من أبناء المصريين بالخارج والذين عبروا عن فخرهم بمشاهدوا من إنجازات تتم بسواعد مصرية كما أكدوا على حرصهم على التفوق في كل المجالات لنقل الخبرة لوطنهم والمساهمة في هذه المشروعات فخرين جداً باللي احنا شفناه واللي احنا بنشوفه إن احنا نوريهم مصر قادرة تعمل إيه والمصريين بيقدروا يعملوا إيه دي أكبر رسالة نقدر ناخدها معنا كندا ونقول للعالم كله على المصر قادرة تعمله وفخرين جداً بغاية سويس والطرق الجديدة والأنفاء اللي عن شوفه ويعني الحضارة طبعاً فخرين إن احنا مصريين فدي يا دوباك بندك كده حاجة بسيطة للولاد يقدروا يرجعوا بها لكندا ويقولوا للعالم كله من خلال الزيارة دي مصر قدرت وبتقدر تعمل إيه أنا حسيت إن أنا بزود بقعد على المشاوات دي يعني حسن إن أنا لاي إيد في كل اللي بيعملوه يعني هبجاد قربت من كندا حتى يعني هقربت تبقى زي الدول برا أنا حسيت إن البلد اتغيرت تماماً عن مسبتها حسيت إن فعلاً في حاجات كتير قوي يعني اتحسنت موضوع حياة كريمة يعني حسنت بالدفع المبين الناس الناس فعلاً كان بتحاول تساعد بعض يعني كل حد معا جنيه أو كده كان بيحطوا عشان البلد تتحسن فدل أنا حسيت بي تأتي هذه الزيارة بهدف تعريف أبناء المصريين بالخارج بما تحققه الدولة من نجاحات في مختلف الملفات وقدرتها على مواجهة التحديات إلى جانب التعرف على المشروعات العملاقة التي تقوم بها مصر في الجمهورية الجديدة لتحقيق خطط التنمية المستدامة جرمين إبراهيم التلفزيون المصري أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة على قيم الدولة بتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات خاصة قطع الكهرباء جذلك خلال مؤتمر جمهوري في المدينة الشبابية بالعريش العرضي ومناقشة تأثيرات البيئية المحتملة لمشروع إنشاء وحدتين غازيتين لتوليد الكهرباء بالعريش وأكد محافظ شمال سيناء أن المحافظة لديها الآن مشروع عملاق في الكهرباء بإنشاء وحدتين بطاقة كل منهما 125 ميجاوات بالمحطة البخارية بالعريش بخلاف محطتين بالعريش بطاقة 275 ميجاوات بالإضافة إلى محطات بالشيخ زويد والآن مواعد وقفة الاقتصادية في نشرة السادسة ومع ليلى عمر إليك ليلى شكرا ندينا ومحمد ونتحول لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة أعلنت الحكومة لاتفاق مع الاتحاد العام الغرف التجاري على تحقيق وفرة في المعروض من السلع والمنتجات مع إتاحتها بأسعار مناسبة دون زيادات غير مبررة على المستهلك خاصة في ظل التيسيرات التي قدمتها الحكومة والبنك المركزي للإفراج عن كميات كبيرة من السلع ومستلزمات الإنتاج بأكثر من خمسة مليارات دولار منذ مطلع الشهر وأوضح وزير التجارة والصناع أحمد سمير أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبوي وجه بتبكير عقد معارض أهل رمضان لتنطلق الشهر المقبل في جميع المحافظات لإتاحة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وشدد سمير على أهمية قيام الغرف التجارية بتوعية التجار بالالتزام بالإعلان عن أسعار جميع السلع مؤكدا أن الأجهزة الرقبية بالدولة ستتولى تطبيق الغربات على المخالفين بعد انتهاء مهلة الأسبوعين التي أقرها رئيس مجلس الوزراء من جانبهم أكد رؤساء الغرف التجارية التزام الغرف بالمسئولية المجتمعية للقطاع الخاص خاصة خلال ظروف الاقتصادية العالمية والتي يجب على الدولة والقطاع الخاص والمواطن المشاركة في انتصاص آثارها حتى تمر بأمان ترجمة نانسي قنقر نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تدول مبيدات زراعية محظورة تتسبب في تسمم المحاصيل بالأسواق نتيجة غياب الرقابة وأكد المركز أن جميع مبيدات الأفات الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماما ومطابقة لجميع المواصفة القياسية ولا تشكل أي خطورة على الصحة العامة للمواطنين أو على الانتاج الزراعي مشيرا إلى قيام وزارة الزراع بشن حملة تفتيش دورية ومكثفة على جميع الأسواق ومنافذ بيع المبيدات الزراعية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وذلك لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدورية والإجراءات المعمول بها على جميع المبيدات الزراعية إلى جانب سحب عينة منها سواء محلية الصنع أو مستوردة لتحليلها بالمعمل المركزي للمبيدات للتأكد من سلامتها وصلاحيتها أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتنيل بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية وأوضحت الوزارة أن المزايدة هي الثالثة التي يتم طرحها من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج والتي أطلقتها الوزارة مطلع عام 2021 وأضفت الوزارة أن المزايدة تأتي امتداداً لاستراتيجية عملها والتي بدأتها في عام 2016 لزيادة جذب الاستثمارات للبحث عن الغاز والبترول في المناطق الواعدة وفي مقدمتها البحر المتوسط استثماراً لما تمتلكه من احتمالات مهمة قالت وكالة برونبرغ الأمريكية إن مصر ستكون أكبر منتج للهايدروجين الأخضر في أفريقيا بعشرين مليون طن سنوياً وذكرت الدراسة التي نوها إليها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الهايدروجين الأخضر سينتج في ثلاثة محاور رئيسية في القرى الأفريقية هي مصر ومحور شمال غرب أفريقيا ومحور أفريقيا الجنوبية وقالت الدراسة أن مصر ستتصدر انتاج القرى على أن ينتج محور أفريقيا الجنوبية سبعة عشر ونصف المليون طن في حين سينتج محور غرب أفريقيا اثنى عشر فاصل خمسة مليون طن بإجمالية انتاج يقدر بنحو تريليون يورو سنوياً بحلول عام الفين وخمسة وثلاثين أكد التحاد المصارف العربية أن القطاع المصرفي المصري حقق نجاحاً ونتائج مبهرة خلال السنوات الخمس الماضية وأضاف للتحاد أن بينات البنك المركزي المصري تشير إلى أن حجم القطاع قد تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية بحيث زادت الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري من مليار جنيه إلى عفواً من 4.587 مليار جنيه إلى 10.511 مليار محقق نسبة نموه 130% خلال الفترة المذكورة وهو ما لم يحققه أي من القطاعات المصرفية العربية الأخرى وأضاف للتحاد أنه بموازات زيادة ودائعها عمدت المصارف المصرية إلى ضخ الجزء الأكبر من تلك الودائع في الاقتصاد المصري للقطاعين العام والخاص على حد سواء في أسواق البترول العالمية سجل النفط أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع بعدما حفز أحدث تخفيف لقيود كورونا في الصين الأمال في تعافي الطلب على الوقود بفضل دعم إضافي من خفض إنتاج الطاقة بالولايات المتحدة بسبب العواصف الشتوية وارتفع خام برينت بنسبة 12 من المئة بالمئة ليصل إلى 84.2 من المئة دولار للبرميل كما زاد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 23 من المئة في المئة مسجلا 79.74 دولار للبرميل كما صعدت أسعار المزوت عالمياً بنسبة 54 من المئة في المئة لتصل إلى 3.23 دولار للتر كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.16 من مئة في المئة لتسجل 5.14 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تفوقت البرصة السعودية على نظرائها بمنطقة الخليج بعدما أعلنت الصين مزيداً من تخفيف القيود المتبطة بكورونا مما عزز التوقعات بتعافي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم وارتفع المؤشر السعودي 1.3 من عشر بالمئة كما زاد المؤشر الرئيسي لبرصة دبي 6.6 من عشر بالمئة كما صعد المؤشر العام لبرصة البحرين بنسبة 1.1 من المئة في المئة ليربح 18.83 نقطة كما ارتفع المؤشر الرئيسي لبرصة الكويت بنسبة 72 من المئة في المئة في المقابل انخفض المؤشر القطري 2 من عشر بالمئة مواصلاً خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ختم جولتنا الاقتصادية في هذه النشرة عودة مرة أخرى لدينا ومحمد إليكم من جديد شكراً لك ليلة بأخبار الاقتصاد مشاهدين نكونوا قد وصلنا لختام نشرة السادسة وهذا تذكير لأبرز عنوينها الرئيس السيسي يوجه بتطوير المواني بشكل تنموي متكامل وتكوين ظاهر من المناطق الوجستية لزيادة طاقتها الاستيعابية مدبولي يعلن انتهاء المرحلة الأولى لمشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وزير الدفاع الروسي يستعرض مع قيادة الجيش الأنشطة العملياتية والاستعدادات القتالية المستقبلية وصلنا إلى ختم نشرة السادسة نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمي اشتركوا في القناة